حضراتكم منورنا والكاس منورنا واليوم مبروك على البطولة وعايزين يعني نعرف من حضراتكم بقى وممكن حتى نمتدي مع حضارك يا كابتن بعد إذنك يعني تعرفنا كده كواليس وخلفيات البطولة لأنه ما فيش بطولة بتيجي بالسهل بتيجي باستعدادات وتدريبات ومواجهات ومنافسات قوية فعايزين نعرف منك ملخص الكواليس كتت عاملة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا البطولة دي يمكن لها كان لها ظروف خاصة كده أن الجيلين 2006 و2007 اللي هم فريق 16 سنة السنة السنة الجيلين دول من الأجيال المميزة جدا في النادي أنا حتى يمكن قبل ما أمسك الفريق كابتن سيد صبر مدير قطاع الناشئين كان خيرني مع بين الـ 14 سنة و 16 سنة بس أنا قد دربت كل جيل على حدة 2006 و2007 الواحد و سنتين قبل كده فأنا اخترت أن أنا أقبل التحدي مع ولادي بقى اللي أنا مرنتهم قبل كده أنا أكتر واحد عارفهم وعارف امكانياتهم وقدراتهم مرنا بفترة اختبارات كده بحسن العدد كان كبير جدا والحمد لله قدرت أن أنا أوصل لمرحلة عشرين بنت منهم تسع بنات 2007 عشان كان فيه نظرة مستقبلية كده من مدير قطاع الناشئين إن إحنا السنة الجاية كمان عندنا بطولة المرتبط في السن ده فإبقى عندنا 2007 عدد كبير جدا نقدر يبقى فيه قوام فريق السنة الجاية إن شاء الله جميل والحمد لله تسع بنات مميزين جدا وكان فيه جيل 2006 جيل موهوب جدا ما شاء الله عليه وأنا أشكر طبعا كابتن خالد عياد اللي اشتغل معهم السنتين اللي فاته وكابتن عمر هاشم اللي اشتغل مع جيل 2007 السنة اللي فاتت الحمد لله تقول إن فيه جيل كامل مش مجرد أفراد معينة لا والله يعني حتى أنا عملنا 16 بيه فيه في 16 بيه أكتر من 6 سبع بنات ما شاء الله عليهم كويسين وإضافة قوية للسنة الجاية إن شاء الله بإذن الله وبالفعل كنا بنصعد بنات من قلبه يتمرانوا معنا كمال عشان يزودوا خبراتهم ويكونوا في احتكاك أقوى مع الجيل الأكبر اللي هو 2006 لأن به أغلبيته 2007 وبعدين بدأنا نعمل بقى فترة الإعداد ومعايا مدرب أحمال من أحسن المدربين في النادي الأهلي كابتن حسن ما شاء الله عليه اشتغل معايا بانتظام وبلان معروفة من البداية ونفزها للنهاية وده كان بيبقى قليل قوي لما تلاقي مدرب فتنس اشتغل معاك بالبلان بتاعته لغاية آخر لحظة يعني لغاية قبل البطولة بأسبوع والله هو حتى خلال البطولة بيجي معايا تسخين كان بتاعه وهو بيسخن الفرقة ليه دور نفسي مع البنات الممتاز ناحي الإدارية معايا كابتن ألاء خالد من الناس إدارية منتخب مصر في السن ده فبرضو بتنجز كل يعني مهمها بسرعة جدا واحترافية جدا هلو نفي تكامل بشكل ما شاء الله الحمد لله ربنا رزقني بناس كويسة جدا والعيبة على مستوى عالي اشتغلنا في الناحية البدنية وناحية الفنية بتوجيهات طبعا من كابتن سيد كابتن سيد صبر دايما كان بيخش معنا في تمرين أحيانا ينزل معنا الملعب يديني ملاحظاته وكان معايا في البطولة برضو ليه هو كابتن دكتور أسامة النمر مدير نائب مدير قطاع الناشئين المفاجأة نحنا مشينا كويس جدا لغاية الدور قبل نهايك سبناه كمان بفرق كبير جدا ولكن المفاجأة نحنا خسرنا أول مطش في البطولة كان مع نادي الجزيرة وكان البطولة عبارة عن ثلاث مطشوات بس أنا كان عندي ثقة كاملة جدا ويمكن قلت لهم بعد المطش نحنا نكسب البطولة دي وأن الكرة في العبنة بقى خلاص أه يعني الحمد لله يمكن تاني مطش على طول الجزيرة اللي كسبنا خسر من الظهور وقلت إحنا الحمد لله كسبنا الفرقة الرابعة اللي هي مدينة نصر وقلت لهم برضو لسه الأمور بأديكم كل الظروف تساعدكم وكل الناس ساعدتكم حتى الفرقة التانية ثالث يوم مدينة نصر كسب الجزيرة اللي كسبنا أول مطش فخرج الجزيرة برا خالص كنا بقى معنا مع الظهور آخر مطش فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الظهور أول مطش مع أن الناس كل التوقعات كانت بتقول أن الظهور هي كسب الأهلي نتيجة مطش الجزيرة الأولين وبعدين لقبنا مطش فاصل مع الظهور كسبنا فرقة 19 نقطة الحمد لله وكان الحمد لله يعني ختم الحمد لله كرم من ربنا يعني أننا كسبنا الكاس الحمد لله رب العالمين اليوم مبروك الله يبالك